بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنشر إن شاء الله عز وجل في حلول تمارين كراسة ناشطات ولا كتابة ناشطات لسنة الخامسة ابتداء الجيل الثاني الرياضية اليوم أول درس أول درس لهو درس الأعداد إلى تسعمائة وتسعون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون نبدأ بالتماريل الأول التماريل الأول أكتب بالأرقام أو بالحرف إذا سبناهم بالحرف نكتبهم بالأرقام إذا سبناهم بالأرقام نكتبهم بالحرف Kazin 2330 2330 2330 سنسمع 330 نكتب 330 عادي 2000 نتأكد 1100000 عندي 9050 هذه نكتبها بالحروف 9000 لاحظ 9050 9050 يظهر لي هذه سهلة واضح عندي 400 400 وخمسة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعون 400 وخمسة آلاف 400 وخمسة آلاف معنى الصفر في الوسط والخمسة من هذه هما الأرقام تاعة الآلاف قال لك 405 وتسعمائة وتسعة وتسعون تسعمائة وتسع وتسعون تسعمائة وتسع وتسعون ثلاث أرقام تاعة الوحدة البسيطة وثلاث أرقام تاعة الآلاف هما 405 5000 العشرة صفر ومئات الالاف الاربعة طيب عندي بعدها عندي مئة وعشرة آلاف مئة وعشرة آلاف مئة وعشرة آلاف مئة وعشرة آلاف هنا تنبيه موحيم بالنسبة للمئة كما هنا مثلا الأفضل أنه يكتب مئة هكذا الهمزة عن نابرة كما أربعمائة الأفضل يكتبها منفصلة الأفضل له أربعمائة أنا هكذا أعلمت التلاميه الثاوعي أربعمائة منفصلة أفضل وإذا دلها متصلة ما يهمش المهم يكتبها صحيح طيب نمره التمرين الثاني فكك الأعداد وفق النموذج سبعة آلاف وثمانمائة وثلاثة وتسعون تساوي سبعة في ألف زائد ثمانية في مئة زائد تسعة في عشرة زائد الثالثة رقم الواحدة تقعد وحده لأنه لا ما ينقص ما يزيد طيب عدنا تسعة آلاف وخمسة وعشرون تساوي التسعة هي في منزلة الآلاف معنى تسعة آلاف معنى تسعة في ألف تسعة في ألف زائد المئات صفر ما ندره هاش العشرة اثنان معنى اثنان في عشرة بتخرج لي عشرون زائد خمسة قلنا رقم الواحدات ما ينقص ما يزيد قيمة تعو خمسة يقعد خمسة تسعة في ألف زائد اثنان في عشرة زائد خمسة الرقم اللي بعده ثمانية عشر ألف ومئتين وثلاثة يساوي عدنا عشرة الآلاف واحد معنى واحد في عشرة آلاف زائد الآلاف ثمانية معنى ثمانية في ألف عشرة مئة ألف ثمانية في ألف زائد المئات اثنان معنى اثنان في مئة لأن قيمة الاثنان هنا هي مئتان معنى اثنان في مئة زائد العشرة صفر ما نديروها شوالا نديرو زائد صفر كما تحض والواحدة الثلاثة تقعد ثلاثة وحدة طيب الرقم اللي بعده مئة وعشرون ألف مئة وعشرون ألف وثلاثمئة وأربعون تساوي نديرو لها تفكي مئات الألاف هو واحد معنى واحد في مئة ألف واحد في مئة ألف زائد عشرات الآلاف اثنان معنى اثنان في عشرة آلاف بتخرج لي عشرون ألف زائد الآلاف صفر ما نديروهاش ولا نديرو زائد صفر كما تحب المئات ثلاثة معنى ثلاثة في مئة ثلاثة في مئة بتخرج لي ثلاثة ومئة زائد العشرات أربعة الربعة هنا قيمتها أربعون معنى أربعة في عشرة أربعة في عشرة والواحدات صفر معنى من ديروهاش طيب تمرين لبعده عين قيمة كل رقمين في العدد قيمة كل رقمين هذه شرحتها مليح أنا في الدرس وريف الفيديو شرحتها مليح قيمة الثمانية هنا ثمانية قيمة الثمانية ثمانية قيمة الثمانية هنا عشرون عليها عشرون لأنها رقم في منزلات العشرات قيمة الثلاثة ثلاثمائة لأنها رقم في مرتبة المئات قيمة السبعة سبعة آلاف لأنها رقم الآلاف قيمة التسعة هنا تسعة قيمة التسعة الثانية تسعون لأنها رقم العشرات قيمة الثمانية ثمانمائة لأنها رقم المئات قيمة الاثناني ألفين لأنها ريفي الآلاف قيمة الثلاثة هنا هي ثلاثون ألف علىه لأنه ريفي عشرات الآلاف قيمة الواحد هنا واحد قيمة الصفر صفر قيمة الصفر صفر قيمة الخمسة هنا خمسة آلاف لماذا لأنها ريفي منزلة الآلاف قيمة الثمانية هنا ثمانون ألف لماذا لأنه ريفي عشرات الآلاف قيمة التسعة هنا هي تسعمائة ألف تسعمائة ألف علىه لأنه ريفي مئات الآلاف نمر للجدول أكمل الجدول لدينا أعداد وننملأ طيب كتابة العدد بالأرقام صح رقم وحدات الآلاف كين الرقم وكين عدد رقم وحدات الآلاف معناه رقم الآلاف رقم الآلاف هنا هو سبعة رقم الآلاف هنا هو سبعة طيب رقم الآلاف هنا في الرقم هذا هو ثلاثة ورقم الآلاف في الرقم هذا هو خمسة إذن هنا خمسة هنا ثلاثة وهنا سبعة طيب رقم عشرات الآلاف عشرة الآلاف هنا يا واحد عشرة الآلاف واحد عشرة الآلاف هنا اثنان وعشرة الآلاف هنا أربعة طيب عدد الآلاف العدد قلنا نبدأ من رقم نكمل عدد الآلاف في العدد هذا هو هي سبعة عشر عدد الآلاف في الرقم هذا خمسمائة وثلاثة وعشرون خمسمائة وثلاثة وعشرون عدد الآلاف في الرقم هذا ثلاثمائة وخمسة واربعون طيب عدد المئات طيب عدد المئات عدد المئات هنا هي مئة وسبعون عدد المئات فعدد هذا هو مئة وسبعون عدد المئات هنا هي وخمسة آلاف ومئتين وخمسة وثلاثون خمسة آلاف ومائتين وخمسة وثلاثون هو عدد المئات عدد المئات هنا ثلاثة آلاف واربعمائة وخمسون ثلاثة آلاف واربعمائة وخمسون هو عدد المئات نبدأ من الصفر ونكمل طيب روح الأبحث وضعنا الأعداد من واحد إلى تسعة في الخانات التسعة الأعداد المكتوب مقابل الأسهم هي لنتائج جداءات أعداد جداءات معناه في كل سطر وكل عمود وكل قطر أوجد الأعداد المناسبة معناه في عموديا أفقيا طيب عندنا اثنان وأربعون اثنان وأربعون وعندنا خمسة وأربعون وعندنا اثنان وسبعون وهكا في القطر تخرج لي تسعون طيب ومن عندنا مئة وثمانية ومن عندنا مئة وخمسة ومن عندنا اثنى عشر طيب ثلاثة سبعة اثناني ثلاثة سبعة اثناني ثلاثة في سبعة واحد وعشرون واحد وعشرون في اثناني تخرج لي اثناني وأربعون إذن ثلاثة في سبعة واحد وعشرون واحد وعشرون في اثناني تخرج لي اثناني وأربعون طيب واحد في خمسة 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 في تسعة خمسة وأربعون تخرج لي خمسة وأربعون طيب 4 في 3 12 12 في 6 4 في 3 12 12 في 6 12 في 6 72 نتحق عموديا عموديا 2 في 9 18 في 6 108 صحيح 7 في 5 35 في 3 105 3 في 1 3 في 4 12 طيب هذه الميلة تخرج لهذه هذه 3 في 5 15 15 15 في 6 90 3 في 5 15 15 15 15 تخرج لـ 90 يضررنا من الجدول هذا لدري نتأبح بارك الله فيكم لا تبخلوا علينا بإعجاب وجامل الفيديو كذلك الاشتراك في القناة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا